اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هند وحطي ايده على كتفها وهند زقته بعيد عنها وقالت لا بقولك ايه ابعت كده لازع عليك قعد مونير وقال ممكن اعرف بقى في ايه مالك كده واللي مبتنزلش تعوري معايا هو انت بجد مش عارف بقى اخدتني من وسط اهلي وقلت لهم انها عمل عملية وما فكرتش حتى تطمنهم علي ولا تسيبني اكلمهم انا عملت كده علشان خايف عليك مونير انا مش هقبل بالوضع ده انا مش محبوسة ولا عملة عملة علشان تعمل معي كده طلع مونير تليفونه وقال طب ما تسيب عليش خر اتصل بهم اهو علشان تعرفي بس انه بعمل كده علشان خايف عليك اخدت هند التليفون وقالت انا مش حافظة رقم الوضع حسن لو معك اتصل عليه اخد مونير التليفون وكان بيتصل وقال يا ريت ما تقوليش حاجة قولي لهم انك عملت عملية بس لسه في فترة نقاه اخدت هند التليفون وكلمت حسن قصد مونير مونير قال اظن دلوقتي انت كلمتهم والطمنتي يا ريت بقى اتغير هدومك وتيجي معايا اجي هجي معك فين خلينا نخرج ونتفسح شوية مونير خلص كلامه ومشى هند قعدت على السرير وهي محتارة مش عارفة مصرها يكون ايه مع مونير وعند حسن اللي رح لباسل وقال هند كلمتني ومن الواضح انها كويسة ما فيهاش حاجة بس مونير كان جنبها ومعرفش تتكلم طب هي فين وفي اي بلد وهترجع امتى كل اللي فهمتوا منها انها هترجع قريب طب ها التليفونك اشوف الرقم اللي اتصلت منه يمكن نحدد هي في اي بلد حسن طلع تليفونه وعطى الباسل وباسل اخد التليفون ورح لسارة وقال عاوزك تعرفت الرقم ده في اي بلد بالزبط سارة اخدت التليفون ووصلته باللابتوب وقالت الرقم معمولة لشفرة مش هنعرف نوصل لمكانه ضرب باسل الارض بغيز وقال كده هند في خطر مش عارفين هو ممكن يعمل ايه او ناو على ايه اطاهم تليفون باسل اللي الرنو كان حازم اللي قال باسل انت لازم تجي فورا في حاجة مهمة عرفناها ماشي انا جاي حالا افل باسل تليفونه وباسل سارة وقال حاول تفك الشفرة دي عاوزين نوصل لهند عاوزين نوصل لها وهي فين بالزبط هزت سارة رأسها وباسل مشى راح لحازم اللي كان قاعد مع حمزة وملك وحمزة قال انا قدرت توصل لعسامي ناس كبر جدا من اللي مونير بيشتغل معهم وانا ضغطت على صهيبي في التحقيقات وعرفت هند ممكن تكون راحت فين مع مونير ما اعتقدش ان مونير ممكن يكون معرف صهيبي خط سيره ما برضو ما قالش فين بالزبط كل اللي قاله مجموعة اماكن في بلاد مختلفة حول العالم برضو لسه الموضوع صعب لازم نحدد مكانها ونوصلها قبل ما منير يعمل فيها حاجة وعنده مونير اللي كان رايح جاي بغضب وقال ازاي صهيبي مماتش ازاي يسيبه عايش اتمن ميسيو مونير صهيبي احنا بعثنا له اللي يخلص عليه وده هيحصل ازاي والداخلية حطه في حبس انفراضي وما حدش بيدخله في اكل هيوصل له النهاردة وهيكون مسموم مش كفاية انا مش ضامن اللي هيحصل لازم اتأكد انه اتدفن في الطراب واشوفه بنفسي هزت ايلين راسها وقالت هبعت لك فيديو ستوصورة بكل حاجة قعد مونير ورجع راسه الورا وابتسم بشره وقال اللي يفكر يخل مونير لازم يكون دا جازاته وعنده هند اللي كانت بتتمشى في جنينة الاصر وقررت انها تخرج من الاصر علشان تحاول تدور على تليفون وتتصل بمصر لكن لما وصلت للبوابة كان في اتنين من الحرس وقفين ومنعها من الخروج راحت تتمشى بعيد عنهم لغاية ما شافت بوابة تانية واقف عليها واحد من الحرس جت من وراء وبحركة سريعة علمت علي وقعته على الارض وجريت خرجت بسرعة وكانت مستغربة الناس حواليها اللي ما تعرفش لغتهم وفي الاخر قدرت انها تلاقي تليفون واتصلت على حسن بعدما حفظت رقمه من تليفون مونير وقالت حسن اسمعني كويس انا مش عارفة انا في انهي بلد انا عاوز اكلم باسل باشا ضروري باسل اخد التليفون بسرعة وقال هند اتطميني انا هرجعك مصر قريب بس اقوليلي انت فين بالزبط ما عرفش مونير شوية يقولي في ايطاريا وشوية يقولي هنرجع نيويورك انا مش عارفة هو نوع لقيه خليك معايا على الخط وانا هروح لصارة وهي هتحدد مكانك باسل رح لصارة ووصل التليفون باللابتوب وصارة قالت هند موجودة في جزيرة وسط المحيط الاطلنطي حدد المكان بالزبط وبعتلي اللوكيشن مسك باسل التليفون وكلم هند وقال اتطميني انا هجيلك قريب وارجعك لمصر ومنير هيتقبض عليه خلصت هند تليفونها وكانت ماشية قابلها مونير وتخضت لما شفته ومنير قال ايه مالك خفت كده ليه زي ما كنت شفت عفريت اه ها لا ابدا مفيش بص اهو انا هرجع لمصر اين يوه هو انت مواركش غير السيرة دي هند انا خايفة على حياتك ويلا تعالي معايا مشوار هنروح فين لما تيجي معايا هتعرفي جاه واحد من رجالة مونير وقرب منه وقال ما اتصلتش بحد غير اخوها حسن ومدة المكالمة كانت خمس دقائق هز مونير راسه واخد هند ومشه وبعد وقت وقفت عربية مونير وصد قصر كبير وهند كانت خايفة وقالت اه ها هو انت جايبني هنا ليه انا 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 تعبانة وعاوز اروح ما تسألش كتير تعالي معايا دخلت هند معا وكانت متوترة واتفاجأت لما لقت اربع اشخاص منهم تلت رجالة وبنت مجتمعين ومستنين مونير قربت تيانا من مونير وقالت هي دي البنت اللي عاوز تيبيان منظمة علشانها بصت لها هند بغز وقالت مالك بتقولها من مناخرك ليه كده ها هو انت شايفاني باسحف على بطني ولا بامشي على الحيطة ابتسم مونير ومسك ايد هند واقعدها جنبه وقال انتم طلبتم اجتمع النهاردة ايه يا طرق عاوزين ايه ميسيو مارك عاوز يخرج البنت دي برا مش هينفعنا الكلم وهي موجودة هند خلاص هتبقى جزء من منظمة وهتبقى معايا طول الوقت وانا اصلا ما يشرفنيش انها بقى موجودة هنا مونير انا عاوزة امشي حبيبتي يا هند دي مكانك لو في حد هيمشي يبقى اللي ما عندوش رغبة في وجودك تيا بصت لها بحقد ومارك قال الظاهر ان مونير الخطيب خلاص اتجنن باسم الحب مونير بص الهند اللي كانت تيها وقال لازم اكون كده من يقدر يشوفها وما يحبهاش صدقني مونير انت مغدوع مسيرك تفوق من اوهامك مونير بص لهم بصقى وقال انا مش موهوم ويلا هاتول عندكم علشان ما عنديش وقت رض ماروان وقال انت ليه خلصت على صمرة دانت حتى ما عملت ليش اعتبار انها بنتي ومن امتى مونير بيهموا حد انا حذرتها اكتر من مرة وهي لعبت بالنار وبدأوا يتكلموا بلغة تانية علشان هند ما تفهمش مارك قال الشحنة الجديدة هتدخل مصر امتى وازاي انتوا معارفين اني مش بقول على خطتي الايام الجاية واحب افكركم بدا تي قربت من مونير وحطت ايدها لك تفو قالت اترك هذه الفتاة ودعنا نعود للماضي مونير وقف وقال الاجتماع خلص اما بخصوص الشحنة الجديدة عرفوني هتبقوا جاهزين امتى وانا دخل مصر بمعرفتي خلص مونير كلامه واخد هنده ومشى وتي بسط له بغيز وقال مونير خلص انتهى ولازم نخلص منه هزم ورون راسه بتأكيد وقال مونير مبقاش عارف هو بيعمل ايه مارك فقر وقال خلينا ننتهي من الشحنة الاخيرة وبعدها نتخلص من مونير بطريقة سهلة ازاي؟ ومونير من الصعب حد يوصله هيتم تسلمه للشرطة المصرية ومن هناك هيتم تصفيته وقف مصر وقف حمزة جنب صهيد اللي نعين في الارض وقال كنت متأكد انه ما يحاولوا يخلصوا عليه وعلشان كده ما كنتش بسك فحد العسكر اللي كان بيشتغل معهم هو اللي حاول يدخلوا الاكل المسموم اتقبض عليه كويس انك حطيت منوم في الاكل احنا محتاجين صهيد يعيش لانه هو لا يخلينا نوصل للادلة اللي تسجن مونير مونير اخد هند ورجعوا البيت ومونير قرب من هند وقال هند انا عاوز اتجوزك هنا ايه رأيك نطلع على الصفار دلوقتي ونتجوز وانا مستعدة عاملك فرح كبير لأ طبعا انا مستحيل اتجوز بايد عن اهلي طب انا ممكن ابعت اجيب مامتك وباباكي واخوك حسن لو حبه يعني انا عاوز اتجوز في مصر وسط الناس كلها مش عايزة حد يتكلم علي ويقول ان انا هربت معك هز مونير رأسه بتفهم وقال خلاص هرتب لكل حاجة وننزل على يوم الفرح هزت هند دماغها ومن جوها بتدعي ربنا ان باسل يجي خلصها منه وعلى طيارة خاصة سافر باسل للجزيرة اللي هند عليها هي ومونير ولما وصل الفندق غير هدومه ونزل يستكشف المكان وعند هند اللي كانت متضايقة وقررت تخرج بس مونير شرط عليها انها تاخد واحد من رجالته واضطر انه يوافق وفي السوق اتفاجئ بباسل لما شاف هند اللي ابتسمت وهربت من الراغل بتاع مونير وراحت مع باسل الفندق وقفت هند وقالت طب هعمل ايدي الوقتي هرجع ازاي البسبور بتاعي مع مونير انا كنت عامل حسابي انا وانتي هنخرج باسماء مستعارة هزت هند دماغها وقالت انا عاوز ارجع مصر النهار ده أو بكرة ما تتصورش انا قرأت حياتي قد ايه في اليوم من اللي قدتهم مع مونير قطعهم دخول مونير اللي بصلهم بشر ورفع مسدس وقال كان لازم اعرف انك انت السبب في كل حاجة وحشة حصلتلي كان لازم افوق وعرف انك خينة باسل ابتسم بشر وقال وايه الجديد ما هو ده اللي انت عملته زمان ولا نسيت كان لازم اخلص عليك علشان اقطع كل امل لك في الحياة بس خلاص جه وقت الحساب العرب ما بيموتش بالساهل وفي نفس اللحظة الباب اتفتح ودخل شخص ملسم ضرب مونير على دماغه وعلى الارض واغم عليه هند كانت مستغربة ملكي شفت عن وشها وقالت حمد الله على سلامتك هند ايه ستوب لحد هنا هي اطرق ايه اللي هيحصل له مونير وايه اللي هيحصل للعرب والهند كل ده هنعرف الحلقة الجاية ايه ستنونا ولوصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللاين والكومنت الحلو دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته